المحور الأول جسم الإنسان الدرس السادس ربط عضو الحس بوظائفه اللسان عضو الإحساس بالتذوق مرحبا بكم في دروس شرح الحواس الخمس للأطفال تمهيد حاسة التذوق هي أحد حواس الإنسان التي تكون مسؤولة عن تمييز خصائص الأطعمة والتي يكون مسؤول عنها جهاز التذوق حاسة التذوق وحاسة الشم يؤثران على بعضهما ويساعدان على التمييز بين الأطعمة المختلفة وكذلك الشراب وتنتشر على اللسان حلمات تذوق بأنواع وأحجام عديدة تحتوي على خلايا حسية تميز بين الأذواق الأربع الرئيسية الحلو والحامض والمالح والمر إذن أتذوق بلساني أميز بين الأشياء من طعمها يستطيع اللسان أن يحس أيضا بالسخونة والبرودة والألم أتعرف كيف أتذوق نحن نشعر بالطعم في كل أجزاء الثم وأيضا بالبلعوم لكن بالأساس باللسان مستقبلات الطعم الصغيرة جدا تنتشر على سطح اللسان ما عدى الجزء الأوسط نحن نعرف أربعة أذواق أساسية حلو مر حامض حامض ومالح مناطق التذوق نشعر بهذه الأذواق في مناطق مختلفة من اللسان طرف اللسان يميز طعم السكر الحلو والملح جانبي اللسان يميز بهم الطعم القابض الحامض مثل الخل نهاية اللسان تدرك الطعم المر أتدرب أختار الإجابة الصحيحة ما هو العضو المسؤول عن حاسة التذوق؟ واحد اللسان اثنان الأذن ثلاثة الأنف الإجابة العضو المسؤول عن حاسة التذوق هو اللسان أتذوق الطعام بي واحد أنفي اثنان أذني ثلاثة لساني الإجابة أتذوق الطعام بي لساني أعرف إذا كان الطعام مالحا بواسطة حاسة واحد السمع اثنان الشم ثلاثة التذوق الإجابة الإجابة أعرف إذا كان الطعام مالحا بواسطة حاسة التذوق بواسطة اللسان نستطيع أن نميز بين واحد الألوان اثنان الأصوات ثلاثة الطعام الإجابة بواسطة اللسان نستطيع أن نميز بين الطعام أضع علامة قاطع ومقطوع تحت الصورة التي توضح حاسة التذوق الإجابة صنف المواد المختلفة في الجدولي حسب طعمها مذاقها مثلجات شاي بدون سكر سمك مملح ليمون حامض مر حلو مالح الإجابة حامض ليمون مر شاي بدون سكر حلو مثلجات مالح سمك مملح مالح 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 شكرا